اكد سعادة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن التسامح قيمة إنسانية وحضرية راسخة في وجدان المجتمع البحريني ورؤية سامية في ظل النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لترسيخ التعايش السلمي بين الشعوب وبناء عالم أكثر أمنا وسلاما وازدهارا للبشرية جمعا أعرب سعادة وزير الخارجية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتسامح عن أنتزازه بتميز مملكة البحرين كنموذج تاريخي في التسامح والوحدة الوطنية واحترام التنوع الديني والثقافي وتعزيز هذه القيم الإنسانية النبيلة في ظل الرؤية الملكية المستنيرة وتوجهة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتوافق مع الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والخطة الوطنية لحقوق الإنسان والمواثق الدولية ثم لزيان المبادرات الملكية الرائدة إقليميا ودوليا في ترسيخ التعايش والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات لافتا إلى تدشين إعلان مملكة البحرين كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات الدينية منوها بجهود مركز الملك حمد العالم للتعايش السلمي ودعم برامجه التعليمية والتنويرية وتنظيم ملتقيات دولية وأطلاق جائزة الملك حمد للتعايش السلمي والدعوة إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والعنصرية ومنع إساءة استغلال المنصات الإعلامية والرقمية في التحريض على التعصب والإرهاب أكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين ماضية في علاء قيم التسامح والمواطنة وفق منظومة تشجعية متطورة لاحترام حقوق الإنسان وحرياته الدينية والفكرية وتعميم هذه القيم السامية ونشي ثقافة السلام في محيطها الإقليمي والدولي نحو مجتمعات تسودها المحبة والوئم والتآخي الإنساني